مرحلة شبيهة بالتي يمر بها جسد هجرته مناعته هكذا توصف البلاد حين تعلن نتائج الانتخابات مع تأخر تشكيل البرلمان أو الحكومة الجديدة كل شيء طائف، كل شيء معلق، وتنفيذ كل شيء رهين بتشكيل الحكومة المقبلة إعلان النتائج من قبل المفوضية يواجه بالرفض من قبل البعض وإعادة العدي والفرز لمرة واحدة لم ينل رضى المعارضين والرافضين لأداء المفوضية ما دفعهم لرفع دعوة تشكو أخطاء كثيرة أدت لنتائج انتخابات لا ترضيهم المحكمة الاتحادية أجلت جلسة الدعوة تلك حتى فبراير من عام 2022 وحتى ذلك الحين سيكون تشكيل الحكومة هو الآخر مؤجل بحسب خبراء قانون وبالاستعاضة سيجمد كل شيء في العراق لأن مصادر التنفيذ غائبة البرلمان وحده يمكن أن ينسج بحلته جديدة بعد أن تصدق المحكمة الاتحادية على أسماء الأعضاء الفائزين ومع انتظار نتائج دعوة الرافضين لإجراءات المفوضية قد تتغير خارطة مقاعد البرلمان وقد تحافظ على شكلها الحالي لكن التساؤل يفرض قلقه من هل سيرتضي المعارضون لنتائج الدعوة إذ ما أكد العد والفرز الجديد أنها ذات النتائج ولم تتغير أم أن لهم سبيل آخر للاعتراض